على النحو الذي يرضيك عني واجعلني من اهل القرآن العظيم في الدنيا والاخرة برحمتك يا رحبان يا رحيم يا الله المعاني المختلفة للإحسان هل هو مجرد معنى لغطي أن الإنسان يخرج حسنة وصدقة أم أن للإحسان نصفوم أعمق وأجمل من مجرد هذا المعنى البسيط نشرح الدسير والتحليل ثورا بعد أن نستمع إلى خير الكلام كلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عثتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم نبدأ مع المعاني المختلفة للإحسان وهل كما يتبذل الذين الكثيرين أن الإحسان هو حسنة أو صدق أدفاعها الإنسان الغني من ماله زكاة وتصدقا من هذا المال للمحتاج والمسكين أم أن لها مفهوم أشمل وأعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وعلى الله عليه الصلاة والسلام معنى الإحسان يتضح لنا من خلال توقف جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض له مراتب المراقبة وأقصد بالمراقبة إما مراقبة النفس للإنسان وإما مراقبة الحق تبارك وتعالى للإنسان والاتنين يصدع لا يأتوا بنتيجة واحدة عشان نطمئن فإحنا عندنا مراتب في درجات تلقي الرسالة المحمدية كدين وديانة تبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم إسلام الوجه لله تبارك وتعالى فالإحسان ليس هو مكمل أو ليس إنما هي مرتبة هذه المرتبة إذا تدبرنا الأمر فيها وعلشان برضو منطلش على السادة المشاهدين وباختصار يعني ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان الإسلام دين لله تبارك وتعالى من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة فاليهودية كما قلنا قبل ذلك ديانة دينها الإسلام والنصرانية ديانة دينها الإسلام فلما أراد الله أن يختتم الديانات لآثل الأرض سم إسم الديانة الأخيرة بإسم الشرع العام شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحين إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه نعم اليهودية ديانة دينها الإسلام النصرانية ديانة دينها الإسلام كلمة ديانة هنا الزهلان يعني شرعك إن الدين عند الله الإسلام يعني إيه؟ إن الشرع العام لكل الديانات الإسلام فلما أراد الله دي عظمة عظمة هذا الدين لما أراد الله أن يختتم الديانات جاب اسم آخر ديانة باسم الشرع العام فجاء محمد بن إسلام دين وديانة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام كديانة مش كدين بني الإسلام رسالة الرسول على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان دول خمس أركان للايه؟ للإسلام فسأله جبريل ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني المسلم الذي لم يؤمن بموسى كرسول بعيسى كرسول بإبراهيم بنوح بيدريس بكل الرسل ما يبقاش أفلى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فسأله جبريل في هذا الحديث الجامع ما الإحسان؟ قال إجابة تشفي معنى الذي تريد حضرك أن تصل إليه مش هيئة حسنة التي أخرجها أو مش هو الإحسان إلى الوالدين لا ده معنى يشمل ذلك كل قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن كنت أنت من تشفاهم هذه المسألة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وده طبعا ده الواقع الحقيقي في الدنيا فإنه يراك المراقبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولذلك قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه تعبد الله إزاي؟ من الذي قال لك وابل الوالدين إحسانا؟ من الذي قال لك أحسن إلى الفقير؟ من الذي قال لك أكرم الجار؟ من الذي قال لك كذا كذا كذا؟ عبادت الله تتمثل في هذا كله في أن تحسن بأن تعبد الله كأنك تراه لتخافه يعني يشوف لما أقول لك أضاك على حاجة السالف والعياذ بالله لو داخل البيت عارف أن هناك حد فيه صحيح يدخل لا يمكن أن يدخل فلو أنا وصلت بعقيدتي أن الله مطلع علي وضميري صح لك على طول أعمل كذا كأنني شايفه مش هعمل الغلط نعم مش ممكن أوريده أن أنا بعمل حقا غلط مش ممكن إنما الشيطان بينسيني إيه؟ أن الله مطلع علي آناء الليلة وأطراف النهار والأحاديث كثيرة جدا في من أراد أن يزني بمرأة فقالت غلق الأبواب غلق الأبواب اعمل مش عادف ايه عمل ايه قال لها خلاص محد تشايفنا قالت الله خلته جري قال تبتوا إلى الله مش عايزين نطول على الناس لكن الإنسان لو صاحب بضمير المراقبة من نفسه على نفسه أو من الله على نفسه لا يمكن يعمل معصية لو استحضر الإنسان عظمة الله في أنه يرى مآناء الليلة والصيام لماذا قال الله تبارك وتعالى فيه ومن أعلى صنوث المراقبة لماذا قال كل عمل ابن أدم له الحسن تقدر تحسبها إلا الصيام فإنه أليم سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن أنا ممكن وإحنا عالين دوقتي كده أستأذنكم أدخل أشرب دوقتي وأقول لكم أنا صايف حضرات كنتوا الاتنين هتقولوا إيه؟ صايف من الذي مطلع سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ألا الله ما هذا مصول الله وبعمل للعليه لا لا يحاويش أن هو يترقى نعم فلا يجب أن يفهم ماذا هي المراتب يحاول يترقى إليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد الحقيقة الحديث سنة جبريل جامع ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان والإحسان هو من أعلى مراتب الإيمان كما جاء في حديث جبريل السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو عبارة العبد الربية كأنه يراه 24 ساعة شيخ أذكر قصة ذلك وهو رجل من بني إسرائيل وكان غنيا فجاءتهم رأى تريد حاجة فطلبت منه صدقة فأبى وقال لها أن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك فقالت له اتق الله يا ذا الكف فأبى فالمهم قالت له إذا أتيك في المساء فلما أتت في المساء قالت له هل أغلقت جميع الأبواب قال نعم قالت له هل يرانا أحد قال لا يرانا إلا الكواتب قالت وأين مكوكبها فتحرف قلب الرجل ورجع إلى الله وقال لها خذ من المالي ما يشد في المساء ثم ترد وصل وكاعتين ومات فيها هذه الليلة فقال الناس بعد أن دعت الله له اللهم أغفر لذلكف لذنوبه جميعا فقال الناس إن ذلكف من أصحاب النار فبعد أن جفن وغسلوه وكفنوه وذهب إلى الله سبحانه وتعالى وجدوا مكتوبا على بابه إن الله قد غسر لذلكف لذنوبه جميعا هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى إلا تحدثنا وإحنا بنفسر في الأول إن الإحسان معنى أسل يعني أشماله أعم من مجرد صدق أو حسن ولكنه أيضا زي ما أحدث ذكرت تطبيقات كثيرة عندما أموننا الإسلام بالوالدين إحسانا عنده هذه إحسان معاملة إحسان صديق مش بس من يقول أنا محسن أو أنا يعني تدركت في المراتب الإيمان وأتمنى أن أكون وصلت للإحسان ويقف عادينا بضوى دكتور هدان أقول كيف نتطبق هذا الإحسان في تعاملاتنا ودربت مثاله بالإحسان إلى الوالدين شكرا علشان نصل إلى المفهوم اللي يخلينا نعمل حضراك هتلاقي إسلام إيمان إحسان إسلام آخر اللي هو إسلام الوجه هذا لا يأتي إلا بعد الإحسان والإحسان لا يأتي إلا بعد الإيمان والإيمان لا يأتي إلا بعد الإسلام إسلام العقيدة بالضغط بمعنى أنا أبنزل ليه وأطلع ثاني عشان أبأ عشان نقول أن الإحسان مش من مراتب الإيمان ده الإحسان من مراتب المراقبة بمعنى إيه؟ إنه هو مش درجة إيمان ده هو تطبيق الإيمان الإسلام هو الرسالة وهو الشرع العام للديانات الإيمان هو تطبيق الإسلام يعني اللي أنا عايز أقوله للسادة المشاهدين الخمس أركان بتوع الإسلام مش هم الإسلام شوف خضاق الحديث يقول إيه؟ بني الإسلام على خمس لما أفهم يبقى الإسلام غير الخمس أدول ثاني أقولها بني الإسلام على خمس كان ممكن يقول الإسلام هو خمس يعني الله يفتح عليك أنا يقدر يقولها سيدنا النبي الإسلام خمس شهدت لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة حج البيت صوم رمضان لا البني الإسلام على خمس يعني إذا أنا يصل على عملك دول أصبحت مسلما لله إسلام العقيدة ابتداء أو إسلام الرسالة التطبيق العملي لما جاء به محمد في القرآن افعل كذا ولا تفعل كذا انتهي عن كذا اعمل كذا مش كده برضو وخبال خبالك إن إحنا من المتأخرين في الإسلام القرآن كامل قدامهم بعض المسلمين الأوائل كان يموت على تلت القرآن على ربع القرآن إنما إحنا لذلك قدامنا القرآن إيه؟ كامل عندنا الأوامر كاملة والنواهي كاملة خلاص التطبيق دا من القرآن هو الإيمان فالإيمان هو تطبيق الأيه؟ الإسلام اللي هو الإسلام العقيدة أو الرسالة الإحسان تطبيق الإيمان مش تطبيق الإسلام بقى لا بنا أمنت بالقرآن بقى ففي القرآن وبالوالدين إحسانة إن أحسنت إبقى أنا طبقت إيماني تبا ولم أحسنتش للوالدين رجعت الدرجة ونزلت من الإحسان إلى الإيمان إلى الإسلام أنا لسه أنا عملا أرجع والذلك حالك تبصت لها مبنية فوق بعضها يعني من لا يحسن إلى والدي خسر الدنيا والآخرة ضيع نفسه ولذلك حالك فاكرة حديثة اللي انت كنت سألتنا بالحلقة الكملة بتاعت الوالدين قلت إيه رغم أمف أو رغم أمف مش كده برضه اللي أدرك والدي ومعرفش ما نجحش في الامتحان يعني عايد يقولها الله يبقى بلوغ الوالدين سن الكبر عند المسلم ده ابتلاء ايه ده أقول فرصة ده ابتلاء النجح فيه خل الفرصة بفرصة جياله بامتحانه هو يقدر ينجح فيه منتهى البساطة مش كده برضه تب قول لي ما بينجحش ضيع على نفس الفرصة ولا لأ زي الرسول ما كان طلع المنبر وقامر الصحابة أنهم يقربوا من المنبر وقال آمين في الدرجة الأولى آمين في الدرجة الثانية آمين في الدرجة الثالثة درجة المنبر يعني وبعدين جلس وإيه ده خطة ونزل فقال أو تدرون على ما أمنت جاءني جبريل وقال الحديث هنا بقى له روايات بعدت أمس رغم أمس يعني من أدركه رمضان ولم يدخله الجنة أو لم يخفر له يعني رمضان جهه ومصموش فقلت آمين وأمين أنا قلت عليها اسم فعل أمر بمعنى استجب يعني موافق آمين أدرك آآ 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 بعدت أنف أو رغم أد أنف من أدركه والدي ولم يغفر له قلت آمين بعدت أنف من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليه اللهم يصلي وسلم على رسول الله فقال آمين أجي ثلاث فرص يا أصد علاء إذا ما حدقت تفضل في الكلمة بتاعتك هاي ثلاث فرص للمسلمين يدخلوا بهم من جنة من أوسع الأبواب رمضان الوالدين ذكر رسول الله والصلاة والسلام عليه كلما يسكر محمد وصلي عليه فالإحسان هو إيه تطبيق الإيمان بعد كل ده يا أصد علاء ناخد بالنا في القرآن من نداء في منتهى الجمال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حق تقاطه وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ وهم يقولوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وفي آيات أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا كأن الإيمان محتاج إيه تطبيق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ياربنا نحن فهمين أن الإيمان هذا أعلى مراتب المراقبة لا أعلى مراتب المراقبة بعد إسلام العقيدة والإيمان بالتطبيق والإحسان إسلام الوجه لله اللي هي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إزاي ونخارج من بيتي ونراجع من شغلي ونجاي للأستاذ علاء والأستاذ علاء جايلي ونحن نعبين مع بعض كلنا يقننا في إيه بسم الله توكلت على الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حسبنا الله ونعم الوقيت أسلمنا الإنقياد والإنصيع والوجه لله تبارك وتعالى فدمن أعلى مراتب المراقبة فالإحسان درجة تصل بك إلى إسلام الوجه اللي هو إيه أعلى مراتب المراقبة من هنا كان الإحسان موضوع هام جدا جدا يعني الآن تقرأتها شيخ جري في البداية إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساء تبفلها يعني في النهاية هذا الإحسان يعني لن ينتفع بإله سبحانه وتعالى ربنا الله لن ينتفع بإله سبحانه وتعالى فلما بنحصن بنفس لنفسنا ولما بنسيء بنسيء للنفس أيضا يعني كل أعضاء الجسم بتخاطب الإسلام بتقوله إيه أحسن إلينا واتق الله فينا ولا تدخلنا النار فالمسألة دي مسألة مهمة جدا نحن نوضحها للناس إن في النهاية الإحسان مرتبط بنمط حياتك يعني القرار الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول في إيه بيقول إن الخير جاي من عند ربنا لكن السيئات من إيه؟ من أنفسكم نعم فموضح المعنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم المعنى هنا يكون الإحسان إحسانا مع الآخرين أن نعاملهم كما نحب أن نعاملون فأحسن إليهم يحسنوا إليهم فمن فعل خيرا وجرى خيرا صدق الله العظيم فمن يعمل نفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل نفقال ذرة شرا يرى أما كل أعضاء الجسم بتخاطب اللسان لماذا اللسان بالذات؟ لأنه تحدث به الغيبة نعم وقد نعان الله عن ذلك فقال في سورة الحجرات يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا اتسعدوا يعني كثيرا من الظمن إن بعر الظمن إثم الآيات كلها نحي ولا تجسسوا ولا يعتب بغضكم بغضا شفت شبيب الجن أي شب أحبكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمين واتقوا الله إن الله توا والرحيم احتك توبة حتى قلتها احتمال أي دولة على ذلك فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقيم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها ماذا قال رسول الله هي في النار صلى الله عليه وسلم فاللسان هو آفة الجسم كله يقول صلى الله عليه وسلم من ضمن لي أو من يضمن لي ما بين فكيه وهو اللسان وفخديه وهو الفرج ضمنت له الجنة على كل حال كل عضو من أعضاء جسمك سيشهد عليك وما القيامة وسينطقه الله يوم القيامة فأيها الإنسان اتق الله في كل أعضائك ولا تؤذي نفسك بها يقول تبارك وتعالى حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وأليك ترجعون نسأل الله نجعل أعضاءنا شاهدة لنا لا علينا سيدنا النبي وضح برضو هذه النقطة وكان في حديث مع سيدنا معازل الجبل وسيدنا معازل استفسر يعني لما سيدنا النبي قال له كف عليك هذا وأمسك باللسان زي الشيبي المتفضل هو ده اللسان آقافت الجسم كله أو نتاج عمل الجسم فقال له كف عليك هذا فسيدنا معازل يسأل سيدنا النبي سؤال يعني مهم أوي قال أه ونحن مؤخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معازل يعني دي مسألة المفروضة ما تغيبش عن الإنسان هذه دعوة بأن الإنسان لديم يصيقل تائما أن اللي بيقوله وعضاك يمكن تفضلت مرة بأنك أشرت إلى الحديث بتاع العروج لما سيدنا النبي شاف الطور اللي بيخرج ومش قادر يرجع كده برضو الكلمة اللسان فلما سيدنا النبي يقول إحنا عايزين نجاوب عليه هل يكبوا الناس على وجوههم في النار إلا حصائد وألسنتهم يبقى إيه اللي بدخل الإنسان يعني إذا إيه قوم في النار كده النمامين والمتكلمين في الأعراض والمشائين بالنميمة بين الناس اللسان والغش والخابر اللسان ولذلك سكلتك أمك يا معاذ كلمة صريحة من رسول الله وإسأل سؤال نرجو أن نجيب عليه قبل أن نتكلم في أي موضوع ولذلك أنا أرجو من المسلمين إذا جاءك إنسان لك شفت فلان عمل إيه قل له ما نجدع أنا ما نجدع عمل ما حملتش ألا لمسألة والسعلاقة خطيرة جدا بالذات في هذا الشهر الكريم هو تدريب لنا إلى بقية العام وذي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة إذا قدرت أنا أمسك نفسي في هذا الشهر عن الحلال من بابي أولى إن أنا بعد رمضان أمسك عن الحرام وإلا فيبقى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والإجابة على سؤال رسول الله وهل يقب الناس على وجوههم في النار إلا خصائد ألسنة فيهم نقول لرسول الله صلى الله صدقت يا رسول الله نحن نعي تماما هذا الذي بين فكينا اللسان نسأل الله العلي العظيم أن يقينا شر هذا اللسان في عالم زليل له كلمة جميلة اللي بحلم يكون في عجش المكان وكثرت فيه الغيبة والنميمة فلقول إذا استطعت أن تزيل المنكر فزله بالنصيحة والكلمة الطائرة إن لم تستطع فزيل أن تعلمه عمشي فزيل أن تعلمه حتى يفض في حديث يا رب أبل أن أخذتم هذا اللقاء يعني الشيء بالشيء يذكر لو كان يعني الواحد عاد في مجلس وفلتت منه بعض الكلمات أو يعني خاض في موضوع دعاء كفرة المسجد إذا جلس في مكان كثرت فيه الغلطة يقول قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي يغفر الله ما كان من غلطين في المسجد الله مخصر وعطوب علينا عنك أنت الثواب الرحيم ختاب بهذا اللقاء تحدثت عن الإحسان وعن معانيه ومراتبه وعن مراتبه المختلفة وأوضحنا معانيها في الترتيب بدءا من إسلام العقيدة ثم الإيمان ثم الإحسان ثم إسلام الوجه عندما ركزنا عن الإحسان لأنه في النهاية كل إنسان يحسن لنفسه يا إمة ليسئلها اللهم جعلنا من المحسنين في الدنيا وفي الآسرة الله مرحبا الحمد لله الذي أحسن كل شيء الخلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وصلاة وسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة ودخلنا الجنة دارك دار السلام بسلام يا حلال يا ملال هذا الجلال والإكرام هذا الفضل والإحسان اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا حتى نعفو عما ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا اجعلنا نخشاك كأنا نراك اجعلنا نخشاك كأنا نراك اجعلنا نخشاك كأنا نراك ومتعنا برؤياك وامنحنا هداك وأسعدنا بتقواك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك واجعلنا ممن أطاعك واتقاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم